شفت مبارح ماتش الفاينت أفريقيا أه استمتعت أصدق استمتعت بمبارات مبارح يعني الحياة البطولة كلها المفاجآت اللي فيها دايما بتخليك متشوق أن تشوف كل المباريات والحياة يعني كودفور أو ساحل عاج قدموا بطولة مميزة جدا على مستوى التنظيم والملاعب حتى رئيس الدولة مبارح والسيدة حرم الفرحة وفرحة الجماهير والتواجد الجماهير الكبير جدا في البطولة أولا نجحت كمان كودفور بصرف النازل علاقة بالتنظيم كمان طبعا يعني بيكلمك على التنظيم والملاعب كمان يعني أنا فوجئت الحياة نقلة كبيرة جدا جدا مش على مستوى الفني كمان في الفرقة الأفريقية لا كمان على مستوى التنظيم الناس بتشتغل يعني الناس بتشتغل على نفسها بشكل كبير واعتقد أنها بطولة نكحة بكل المقاييس حقيقي مدير فني كنت بقول جي من يعني من بره المنهج صحيح يعني كنت بقول أنه فوز كورديفور مبارح في بداية الحلقة درس كبير جدا أن القصة مش قصة مين يقود أو مش قصة مدير فني أو المدير الفني هو اللي بيصنع كل الفارق بالعكس أداء باهد جدا ضعيف جدا هزيل جدا تأهل الأدوار الإقصائية بشق الأنفس إقالة المدير الفني والمدرب المساعد ثم يأتي أمريس فاي لقيادة كورديفور بدون بقى لمعسكرات إعداد ولا مطشط ودية ولا اختيار قايمة ولا أي شيء عشان يحقق إنجاز ما كانش حد أو أكتر المتفائلين في كورديفور كان يتوقعوا صحيح أمريس فاي يعني مجود كبير جدا وده يدل على أنه اشتغل على نفسه كتير جدا والبطولات دي المجمعة دايما بنقول محتاجة زكاء زكاء ملعب أنك تقدر إزاي تتعامل مع البطولة وأعتقد أنه ده اللي افتقده مستر فيتوريا خاصة أنه ما عندهوش خبرات كبيرة جدا في أفريقيا أو حتى على مستوى منتخبات أساساً خبرات في أفريقيا صحيح يعني مش كبيرة هي ما فيش خبرات في أفريقيا وحتى على مستوى منتخبات يعني هو كمان ما تولش تدريب منتخبات قبل كده ودي نقطة سلبية جدا جدا في اختياره طبعا في قاعدة الاختيارات اللي تمت من قبل يعني أكيد مش هنتطرق كمان للتحاد يعني بما يكفي أو نالوا بما يكفي من الانتقادات السلبية الحقيقة الفترات اللي فاتت من اختيارات والعقود يعني لازم يشتغلوا على نفسهم كتير جدا كله ده يتنسي يعني كله هيتنسي مشينا فيتوريا وجبنا حسام حسن والناس هتهدى وفاكر حلقة هنا قبل بعد خروج منتخب مصر من أفريقيا عادتكلمتنا وإنت على أنه هيبقى فيه مسكن مسكن يخلي المواضيع تمشي وتعدي والناس تنسى علشان تقدر تكمل بعد كده بدون خطوات إيجابية وده الحقيقة الأسف في الشديد هو دايما حالة كرة المصرية يعني احنا ما بناخدش خطوة لأنه دايما بنيدي بنيدي مسكن نكمل به لكن خطوات للإصلاح أعتقد أنه دي حاجة سلبية جدا جدا في منظومة كرة القدم اتعار حسام حسن في التوقيت ده لأنه قرار يردي شارع أو لأنه المدرب المحلي هو الأفضل في التوقيت الحالي ولا رهانة على قدرة حسام حسن نفسه فيه أنه ينجح في تحقيق اللي عمله قبل كده الجهري لا يرحمه طبعا وكابتن حسن شحات رب ندي للصحة طب خلينا يعني نرجع شوية إمكانيات كابتن حسام حسن وأملنا أو يعني تطلعاتنا معا إن شاء الله فيه ما هو قادم مع منتخب مصر لكن يعني بعيدا عن ده بعيدا عن كابتن حسام حسن تماما خلينا أقول إن ده مسكن يعني فكرة الاتحاد المصر وكارة القدم فيه اختيار كابتن حسام حسن دلوقتي أو في التوقيت ده بعد كل هذا الرفض في الفترات اللي فاتت رغم إنه كان فيه فترات طويلة كان ممكن يتم اختيار حسام حسن وكان بيطرح اسمه بشكل كبير جدا جدا لكن كان بيتم طبعا استبعاده بشكل يعني بشكل كامل يعني فأنا أعتقد بشكل كبير إنه اختياره في التوقيت ده أنا عندي معلومة